في البداية نبدأ بالشعار الإبداع في مواقهة الإرهاب إزاي ممكن الإبداع والموسيقى يكونوا في مواقهة الإرهاب أولا مجرد وجود برنامج ثقافي كبير منتشر في كل مكان هو هذا بحد ذات انتصار للحياة ثانيا الفكرة أنه نشر مراكز إبداع بكل أرجاء الجمهورية هو مراكز نور مراكز ضوء هذه تبعد الظلام الموجود في المجتمعات وتبعد الظلام عند الشباب اللي غرر فيهم وأصبح لغتهم هي لغة العنف الموسيقى والفنون والرياضة قادرة على أن تسحب هذه البذرة أو هذه الفيروس العنف من الإنسان قادرة في التعليم أنه واحد يتعلمها وفي الممارسة وحتى في الاستماع الفنان نستير شام ومشروع بيت العود العربي وتأسيسه وفكر التأسيس وليفكرت أن أنت تأسسه؟ هو واحد من أهداف بيت العود كان هو نشر الجمال ونشر الجمال هو بشكل غير مباشر هو محاربة لهذا التطرف اللي موجود في عالمنا وإحنا هذا التطرف مو جديد هذا بدأ من أيام التنظيمات اللي مثل القاعدة وغير القاعدة فكان لابد من مشاريع كثيرة فردية أو جماعية كبيرة كان منها بيت العود فكرت فيه من صار عمره اليوم 18 سنة في مصر وثماني سنين في أبوظبي ومن 2011 في اسكندرية والآن فيه كلاسات موجودة في كل مكان كلاسيس فيه كل العالم لخريجين بيت العود يدرسوا الرسالة اللي ريد نوصلها ربما ما وصلت بالسرعة اللي كنت أحلم فيها لأنه دائما فيه أشياء تخلي تبطأ حركتنا لكنه أنا كنت أتمنى أن يكون فيه كل ركن في كل منطقة في العالم العربي فيه مركز إبداع فيه بيت عود فيه مركز ثقافي فيه مكانات للرياضة بمختلف أنواعها هذا رح يسحب كل التوتر اللي موجود عند الجيل الجديد والجيل اللي عنده طاقة أحيانا تسير باتجاه خاطئ قد إيه آلة العود آلة كلاسيكية قديمة ورغم كده فيه إقبال من شباب العزفين إنه هم يتدربوا على الآلة دي حضرتك بتشوف ده ازاي العود هو لا يمكن تصنيفه بآلة كلاسيكية هذا هي العام كل الناس تعرف أن العود آلة كلاسيكية بس هو لا يمكن تصنيفه بهذا الشكل لأنه عاش من 2350 قبل الميلاد إلى اليوم فمعنى هذا العمر الطويل من 4000 عام أو ما يزيد عن 4000 عام والعود آلة أولى في كل هذه الحضارات والثقافات والمجتمعات اللي تغيرت هذا معنى أن العود قادر على أن يتغير من جيل لجيل ويأخذ عقل وثقافة الجيل اللي يعيش فيه بمناسبة التغيير في العود حضرتك بالفعل أحدثت التغيير في هذه الآلة وفي يعني يعود نصير شمة بصورة مبسطة تشرح للناس أي عود نصير شمة؟ هو الأفضل بالنسبة لي هو ليس الإضافات الأفضل بالنسبة لي أنه الصوت العود اللي يطلع من عود نصير شمة هو أصبح بصمة أم لا أصبح معروف من ضربتين أم لا هذا هو بالنسبة لي الهدف الأساسي في عملي في العود أنه شلون أخلي أسلوب العزف يصبح مدرسة حقيقية ويأتي إلها الطلبة مريدين من كل مكان من العالم حتى يتعلموها أما الإضافات فنحن اشتغلنا على بحث للفارابي كان عود بثمانية أوتار من ألف سنة تقريبا عمر المخطوط اشتغلت عليه وحققت هذا العود هو عود يختلف عن العواد التقليدية اللي هي كلها ستة أوتار وخمسة أوتار هذا العود مثمن بثمانية أوتار وكان عنده هدف الفارابي ما كانت الإضافة اعتباطا كان في سبب لهذه الإضافة أن تستوعب كل صوات البشرية من السوبرانو إلى الآلتو الباص وكل هذه المساحات الصوتية من الحاد إلى الغليظ وأن يكون نفس مساحات صوتية لآلة القانون أن يكون في تلوين في الأداء هناك أسباب للإضافة ما كان سبعة لا أرادة ثمانية وصناعت هذا العود طبعا أنا لست بصانع بس اشتغلت على المخطوطة حتى يصنع لي صناعة اثنين كبار منهم عبد الرزاق الطوباسي وبعد ذلك عمر مصطفى وأصبح العود اليوم فعلا في الشباب يأتي من كندا من أمريكا من أستراليا من اليابان حتى يأخذوا كورسات متخصصة بالعود المثمن العود المثمن إيه إنعكاسه على المزيكة؟ إيه الاختلاف اللي بيضيفه على المقطوع الموسيقي؟ هو التلوين هو مساحات الأكتافات الأكتاف ثمان درجات صوتية في العود المثمن في أربع أكتاف وهذا ما موجود في ثنين أكتاف اثنين ونص أحيانا إذا كان العازف شاطر هذه المساحة الصوتية تعطي حرية وبنفس الوقت هو صعب العازف به هو يحتاج إلى تمرين طويل إيه الرسالة لحضرتك تحب توقيها لكل مشاهدي قناة تاني؟ إنه قدر الإمكان لتخلوا الموسيقى حاضرة في بيوتكم حاضرة للأطفال قبل النوم أثناء النوم العقل هذا الباطن يشد كثير ويغير كثير في شخصية الطفل شخصية الكبير من تكون متوتر من العمل مضغوط اقفل الباب واسمع موسيقى كلاسيك اسمع موسيقى تحبها رح يغير مزاجك الموسيقى موجودة في الحياة ليست طرفا موجودة كحاجة الإنسان ابتكرها كحاجة فبالتالي لازم نستفيد منها قدر الإمكان نشرح عليك شكرا جزيلا ورمضان كريم رمضان كريم شكرا نشكر مشاهدينا ولسه مكملين معاكم لقاءتنا وحواراتنا في ليالي تان ومن داخل أسر الأمير تاز وحفلة لبيت العود العربي ومؤسسها ناصير شما تستمتعون شاء الله بالمزيك خلصت حلقتنا مشاهدينا من برنامج ليالي تان وليلتنا نهاردة كانت ملخص لثلاث ليالي شفنا المولوية المصرية بقيادة عامر التوني شفنا كمان ليلة الإنشاد الديني لمحمود ياسين التهامي وكمان استمتعنا بعصف العود من بيت العود العربي بقيادة ناصير شما ليلتنا نهاردة من ليالي تان خلصت اليوم الخميس بكرة استنونا في نفس المعاد من 12 ونص الواحدة ونصف ليلة جديدة من ليالي تان ونشكركم استمتعوا بسارة جميلة انشارلا شكرا